بهذا الفيديو رح نشتغل أبليكيسون ديراك على الأشياء اللي جا صرنا تعلمناها اللي هي اليزون كوفالونت بس قبل ما نبلش بهالأكزرسيس هالأبليكيسون رح أعطيكم رمارك أول شي أنه الإدروجين دايما نحطوه ببالكن أنه ما بتعمل أبداً اليزون إيونيك دايماً بتعمل اليزون كوفالونت سابت لأنه عندها وحدة إلكترون وبالتالي هي عبارة عنه متال ما بتعمل إلا اليزون كوفالونت يعني بتتشارك مع أش مع أكسجين مع أي نومة تالتاني بتتشارك ومrá بتعمل إلا اليزون كوفالونت سابت لين؟ لأنه البالانس ليلاه هو أهوم相信 وبالتالي هي بتقدر تعمل اليزون وحدة هاي أول رمارك تاني رمارك هي عن البالانس إلا البالانس داياشا عام أقول أنا البالانس هو نامردين الكبردية وغنياء وميزوا كما يعني إذا أنا مثل الإدروجين قبل شواء قلتلكن البالانس آه يعني ما بتقدر تعمل إلا اليزون وحدة لأنه هي نو ميتال وقلت أنه ما بتقدر تربح أو تخسر إلكترون أبدا هي عندها هالإلكترون ما تتشاركو هلأ الأخر إليمون مثل الأزوت هون لاحظوا أنه أنا رسمتها حطة ثلاثة هاي دول الإلكترون سيليباتير وهاي دي الدبلة إلكترونيك نوليونت هي بالأساس كانت K2L5 يعني عندها سنك إلكترون كلن هوا الإلكترون دو فالانس هوا الإلكترون سيليباتير اللي بدلوني على الفالانس يعني إذا قلت أنا الفالانس للأزوت هي تروى معناتها بأنه هي بتقدر تعمل بس ثلاثة إليزون هاي بتنا تبقى ببالنا لتدلنا كامل إليزون ممكن تعمل وهي دي الدبلة اللي موجودة فوق هي ليش سميتنا اليونت لأنه هي سبيسيفيك للإليمون ما بتجب تنوصل مع إليمونت تانية بينما لمن بيعملوا إليزون بصير في عند إليزون مع أخر أطول بسميها إليزون أو بسميها دبلة إلكترونيك اليونت كيف يعني؟ راح نشوف بالأكسامبل لبعض هيدا راح شوف بالأكسامبل التاني لبعض هيدا أنه فيش اسمه دوبلة إليونت فيش اسمه دوبلة إليونت إليونت هو اللي بيكون ميزة en commun بين الأطوم بين بعض بينما إليونت هو سبيسيفيك ما عم بحكي عن إليزون هي هاي التيري اللي أنا بحطها حت للأطوم بس أكتبها الربريزنتيون مثلا هاي الموليكولة أنا عندي إياه هون لاحظوا هون بين الأول أش هاي الدوبلة بسميها دوبلة إليونت ليلة بين أطوم وأطوم هايها بالأخضر دوبلة إليونت يعني أنا عندي أساسا الأكسجين هو كده إلي سيس يعني بالأساس الأكسجين هو هيك واحدة اثنين وعنده هون إلكترون سيليباتير وإلكترون سيليباتير إلنا الفالانس هيدا الدو بدلنا أنه بيعمل اثنين ليزون هاي دي بسميها هاي اللي هون هي دوبلة إليونت يعني ما إلا علاقة بالأطوم التاني اللي بتعمل مع ليزون بينما إذا جيت حطيت هون الأش هي لأنه نحن عم نحكي عن موليكيل أش دوزو وجيت حطيت أنا هون لاحظوا بين هاي دي وهاي صار في ليزون هاي بسميها ليزون أو هاي دوبلة هي ليونت ليش ليونت لأنه جماعت لي أطوم بين بعض إذا جيت حطيت الأش التاني حطيته أنا هوني تحت وحطيت الألكترون سيليباتير وجيت أنا شو عملت وصلتن مجرد ما وصلتن ببعض هاي ما بسميها نون ليونت بسميها ليونت ليونت لأنه هي عم تجمع الأطوم بين بعض بالليزون نون ليونت هي بتكون سبيسيفيك دجا للأطوم اللي أنا عندي هاي بالنسبة ل هاي دي الرمارك بكم كونو منتبهن لأنه أنا في عندي ليونت ونون ليونت ما زلان هاي كمان هولة اللي بكون سبيسيفيك للأطوم بسميهن نون ليونت بيكونوا بين الكربون والأكسجين شايفين كيف جمعاً اللي أطوم بسميهن ليونت هاي هي الرمارك قبل ما نروح نشوف أول أجزامل ملح في ذ promo التي دي لفرماسون دي لليزون دون لموليكل ізش 4 ويعطون هو الفرميل الموليكولير شو معناتا إش 4 ح multiplying أنا عندي واحد وفي عندي كاتر أطوم بيدروجين إلنا إكرpected the configuration electronic di chaque atom هاي دول هم هاي الأطوم لأنه أنتي عند الage Lauren с Stais كيف выйci بيكتب configuration electronic اعني أنا بدي جيب عدد الإلكترون كيف Wing are force Engineering ه tourist أطم ناتر يعني عدد البروتون هو زيت وعدد الالكترون هو زيت وشو زيت يعني للكربون أنا عندي 6 كربون للإدروجين هو 1 وبالتالي 600 ديز أطم ناتر يعني نمر دي بروتون إقال نمر ديز إلكترون إقال زيت إذا بدي أجي أحكي عن الاش 1 حتكون ك1 لأنه عندها وحدة بس بينما C6 هي K2L4 كتبنا الكونفيقراشن الالكترونيك بعدين أي اللي إدانتيفية يعني نحطوهن بقلب التابلو شو نحطوهن يعني حديدول الليني والكلون أنا بدي أتذكر معكم كيف بجيب الليني وكيف بجيب الليني من عدد الكوش يعني إذا أنا هون عندي كوش واحدة يعني لينية هون عندي 2 كوش يعني أنا عندي هون اللينية هي اللينية 2 طب كيف بيعرف الكولون بعرفه من الالكترون دي فالانس هون أنا عندي الالكترون دي فالانس 1 يعني كولون 1 هون الالكترون دي فالانس 4 يعني الكولون 14 بس أكيد أنا لمن بدي جاوي بدي أكتب en general بالأول أنه لنمبر دي فالانس هل اللي بدلوني على النمبر دي كولون بدي أكتب أنه النمبر دي نيفو هو اللي بدلني على النميرو دي ليني وبيرجع بيخد كلك لحال يعني مثلا الأطوم ه عنده 1 ألكترون سير لدرنير كوش يعني 1 ألكترون دي فالانس وبالتالي هي موجودة بالكولون 1 بينما في عنده كمان نيفو دي نيرجي واحد اللي هو الكا عشان هيك موجودة باللينية 1 أو بالبريود 1 هون الكولون 1 هو نفسه بس بكون تنتبه هون تكتبه هون شيفر روم طب بالنسبة للكربون كم عنده إلكترون على آخر كوش عنده 4 إلكترون دي فالانس يعني الكولون حيكون 14 مش 4 بنا ننتبه نحطه 14 طب كم في عنده نيفو دي نيرجي في عنده 2 هني كا وقل يعني اللينية 2 أو البريود 2 هاي بالنسبة لتاني سؤال دي دوير لر ناتير متال ونمتال نحنا بنعرف أنه الإدروجين هو أساسا صح موجود بالكلون 1 بس هو نمتال والكربون هو موجود بالكلون 14 يعني أكيد هو نمتال يعني أنا بالحالتين عم بحكي عن نمتال وبما أنه هو كان حاكيني عن موليكيل تبعت هون حاكيني عن موليكيل نمتال ونمتال يعني أنا عم بحكي عن ليزون كووالانت إكرير لرепрезentation دي لوس دي شك أطم كيف بدكتو الرепрезentation دي لوس لكل أطم من خلال الconfiguration electronic أنا مع الconfiguration electronic لكل واحدة هاي هي الأش عندها 1 electron de valence فأنا فين أكتبها هيك وتاني واحدة اللي هي السي عندها كم electron de valence عندها 4 فكتبنا هاي دي لاش والسي بعدين أي اللي دي دوير لير valence يعني أنا هون اللي كتبتون هلأ بدي يجيب ال valence شو يعني valence لنمبر دي لز الكترون سيليباتير قداش الفالنس هون 1 لأنه عندها واحدة الكترون سيليباتير قدين هوني 4 لا لأنه كم عنده الكترون سيليباتير 1 2 3 4 بدي يذكر ال valence بدي لني كم اللي يزون بتقدر تعمل يعني هاي دي كم تعمل اللي يزون 1 هاي دي كم اللي يزون 4 بدي اشرح اللي يزون بهيد الموليكول يهي دي كتب استركتور دي لويس لهيد الموليكول طيب كيف بدي اشرح على اللي يزون كيف بتصير اللي يزون أنا عندي من هاي دي السي وحدة وعندي أربعة أش يعني أش هون وفي عندي كم أش بعد في عندي بعيد أربعة أش إلنا نحن كل أش قدب تعمل كم يزون بتعمل وحدة كل سي قدب تعمل أربعة كيف بدأ تعمل استابلت دي؟ أنا بعرف إنه الإدروجين مثل ما مبين لي عنده ألكترون دي فالنس يعني هي بحاجة وحدة لتصير استابل وتتبق دي كل وحدة هيك الكربون عنده كاتر إلكترون دي فالنس وبالتالي بتعمل كاتر بدأ كاتر إلكترون لتصير استابل وتتبق دي فالكربون هيدا اللي هو الأطوم سنترال مع كل إدروجين شو بدو يعمل كم دوبلي؟ أين دوبلي إلكتروني كليونت مع هاي نفس الشي مع هاي لتحد كمان نفس الشي هون نفس الشي وبالتالي التيب دي ليزون بين السي وكل إدروجين هو ليزون كوالان هيدا اللي نحن بدأ نكتبه هلا هون كيف كتبنا هون وقلنا الفالنس هو نومر دي زيلكترون سليباتير وجبنا لكل وحدة أنه الكربون هي كاتر والإدروجين هي 1 هون كنا عم نشرح ليزون أنه أول شي الإدروجين عنده 1 إلكترون دي فالنس وهي بحاجة واحد لتتبق الرقل دي دي وتصير استابل وقلنا كتبنا شاك لأنه أنا عندي أربعة أش ما رح يكتب الجملة أربعة مرات التالي اللي هي الكربون عنده 4 إلكترون دي فالنس وبالتالي هي بحاجة كم إلكترون دي فالنس بحاجة 4 ليلة تتبق الأكتير هوني من ناديه وتصير استابل وبالتالي الكربون بدأ تحط أندو بالإلكترونيك مع كل أطوم دي إدروجين وهيكون اليزون كوفالاند هو اليزون كوفالاند سابل كيف بدأ رسمها؟ مثل ما رسمتها قبل شوي وبحط هايدي اليزون وبينتلي صار لكل وحدة عنده الإدروجين صارت استابل بكم إلكترون بدألي لأنه هي بتتبق الرقل دي دي لاحظوا هون 1-2 لهيدا الأش 1-2 لهيدا الأش يعني صاروا استابل هاي استابل هاي دي استابل هاي كم عنده 1-2 كمان استابل هاي دي الإدروجين عنده 1 إلكترون 2 إلكترون يعني استابل بيجي لهم دي ما نلقاش استابليزي بار ديز إلكترون بينما السي قدي بدأ بالدويت لأنه هي كال لأنه لازم نكون على هويت لنعدهم 1-2-3-4-5-6-7-8 دونك عنده 8 إلكترون صار يعني صارت استابل والتالي حصلت على موليكيل استابل هلا هيدا الإكزرسيس صغير راح نكفي فيه لهو يعطيني هيدا الاستركتير هو الأسيد التنويق وأيلي أول سؤال دوني لفورميل موليكولير دي الأسيد التنويق لما بيقلي فورميل موليكولير شاني فورميل موليكولير؟ يعني أنا بدي شوف شو هن الألمو أدي عددن؟ هيدا هو الهدف منه للسؤال أول شي أنا عندي هوني في عندي كربون وعنده أكسجين وعنده إدروجين فإذا بدي إيجي أنا أكتب شو هو هيدا الفورميل موليكولير بلش بالكربون أدي عددن بحط هوني أنديس سيدو عندي كم إدروجين واحدة اتنين ثلاثة أربعة بحط أش وقدي عددن بحطه على جنة بأنديس يعني رقم صغير عندي أكسجين وبالتالي عندي اتنين أكسجين بكتبها هاي هي الفورميل موليكولير إذا سألكن عن فورميل موليكولير إذا أليه بريسيزة لتيب دي لازن شيميك يعني بين الكربون هاي بدي حدد هاي اليازون وبادرجة حدد هاي اليازون لرغزو بين هيدا السي وهيدا الأكسجين في عندي ميزة عن كمانة دي دوبلي إلكترونيكليان يعني هون كانت اليازون كوفالانت بس شو اليازون كوفالانت دوبل بينما بين هيد السي وهيد الأو عندي بس وحدة يعني هون هي اليازون كوفالانت سيمبل طيب دي دوير لفالانس دي لاتوم دوكسجين استنت جو شو لفالانس شو يعني فالانس هو إلكترون ساليباتر بس هون أنا عندي اليازون ما عندي إلكترون ساليباتر كمان الفالانس هو لنمر دي إلكترون بردي أو غني أو ميزة عن كمان شوفوا الأكسجين كم عاملت اليازون هوني عاملو هوني اتنين لازون كوفالانت سيمبل كل مثلاً هيدي الأكسجين وإذا بدي اشتغل عاهي الأكسجين نفس الشي عاملوي واحدة اليازون كوفالانت دوبل يعني كم عاملوا اليازون بالحال التان عامل 2 اليازون يعني قده الفالانس 2. بالنسبة للجواب حطينا هون 6H4O2 بالنسبة للسؤال التاني كان الأطوم دوكسيجان عامل ليزون كوالاند سمبل مع الكربون لأنه في عندي هون دوبلة ومع تاني واحدة كان دوبل. كل مرة أنا عم بكتب مت انكمان وعم حدد كم دوبلة لقول شو هي النوع تبع ليزون كوالاند طيب تلت بارتيكين الفالانس قلنا هون أنا بيختار واحدة من الأكسيجان أو بيختار هاي أو بيختار هاي في نقول انه الأكسيجان مثلا عامل واحدة ليزون كوالاند دوبل في نقول انه هاي دو الأكسيجان ما هي نفسة أكسيجان عامل اثنين ليزون كوالاند سمبل يعني بالحالتين عامل اثنين ليزون كم الأكسيجان مي اون كومة ديز الكترون يعني هي عم بتشارك اثنين الكترون من خلال تنين اليزان كوالاند سامبل يعني متل هون او عم بتشارك تنين إلكترون من خلال اليزان كوالاند دوبل هاي دي بتالي الفالانس هو دي لأنه متل ما قلت لكن الفالانس هو لنوبر ديز إلكترون ميز ون كما أو بردو وغاني لو جاب لكن بالسؤال مثلا هيك الأكسجين عطيني هاي الرسمة و سألني عن الفالانس بقلو لفالانس بس لنوبر دوز إلكترون صاليباتير لهوي دي بس لأنه هون أنا عندي اليزان بديقول أنه مت ان كما لأنه هون عم نحكي عن اليزان كوالاند فحسب السؤال بديكون جوابنا